اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي اهلا ومرحبا بكم في اولى حلقاتنا في مادة الفلسفة والحيال الصف الثاني الثانوي باذن الله يا حبيبي هنبدأ مع بعض مادة الفلسفة والحيال الصف الثاني الثانوي احب اعرفكم ان المادة هتختلف تماما عن مادة الصف الاول لان هي بتنقسم الى فرعين الفرع الاول يخص الفلسفة والفرع الثاني يخص علم المنطق مادة الفلسفة يا حبيبي في بعض بيسألني هي لما سمناهاش الفلسفة والمنطق واكتفينا ان احنا نسميها الفلسفة والحيال احب اقول لكم ان الموضوعات اللي موجودة فيها دايما بقت مرتبطة بحياة الانسان اصبحت جزء لا يتجزأ منه مرتبطة بمواقفه وبحياة وبالمشاكل اللي هي موجودة فيه طيب هنبدأ مع بعض اول فرع عندنا وهو فرع الفلسفة فرع الفلسفة يا حبيبي هيتكون عندي من موضوعين اللي الموضوع الاول بيتكلم عن الموقف الفلسفي تعريفه اهميته خصائصه ايه هي اهم التحديات اللي بتواجهه اما الفرع التاني هيكلم عن الفلسفة والدين والفلسفة والعلم هل الفلسفة مختلفة او بتتعارض مع الدين ام بتتكامل معه ايضا هل تتطفق مع العلم ام تتعارض معه هنتناول بقى اول موضوع معنا وهو الموقف الفلسفي اول حاجة لازم نعرفها ان الانسان في حياته بيواجه العديد من المشكلات والقضايا بيتعرض ليها سواء كانت المشكلات دي سياسية او اقتصادية او اجتماعية او موقف حصل معايا في الشارع طيب ايه اللي بيحصل اللي هلاقي ان بعض الناس بيتعاملوا معاه كأنه موضوع وعدة وما حصلش البعض بيقف ليه نظر التأمل تعمق متعجب هو ايه السبب اللي حصل ايه السبب اللي خلى المشكلة دي حصلت او ايه اللي دفع الناس ان هي يعملوا كده طيب هي دي من هنا هيخدني لتعريف الموقف الفلسفي تعالوا مع بعض كده نشوف تعريف الموقف الفلسفي قال لي الموقف الفلسفي هو النظرة العامة او الاتجاه العام للشخص المتفلسف حول امرا ما يسير تفكيره وبيشمل اهتماماته تفضيلاته احتياجاته ولكل موقف خصوصية وحساسية معين طبعا احنا عشان نفهم الموقف الفلسفي يبقى نجزقه مع بعض عشان نفهمه قال لي اول جزئية بيقول هي النظرة العامة او الاتجاه العام بمعنى وجهة نظر كل شخص يعني وجهة نظر اكتجاه الموضوع ده يا ترى وجهة نظري دي زيها زي وجهة نظر الشخص التاني طب تعالوا ناخد مثال عشان نفهمها اكتر بمعنى قال لي المثال اللي موجود في الكتاب اللي هو بيتكلم عن مرض الطفل وعايزين نشوف وجهة نظر الام ووجهة نظر الطبيب الام في صفاتها ان هي عندها عاطفة الامومة نلاقيها منهارة وتعبانة انا ابني تعبان يا دكتور الحقني ابني سخن وابني تعبان واخدى الموضوع زيادة عن اللازم الدكتور بيتعامل مع الموقف بكل هدوء كأن ما فيش اي حاجة بتحصل خالص قاعد كشف على الولد لقى الامور طبيعية بدأ يكتب الرجيتة الام من جواها هو بيتعامل مع الموقف كده ليه لان احنا قلنا في الموقف الفلسفي ان هو وجهة نظر يعني انت وجهة نظرك نتيجة ان انت الطفل ده ابنك عاطفة الامومة مخليك مندفعة وخيفة عليه انما الطبيب بيتعرض تماما للمواقف دي مش شايف انه عنده مرض خطير مش شايف انه عنده ازمة مش شايف عنده مشكلة وليعاذ بالله مش هقدر اعالجها لا شايف الموضوع ايه طبيعي يبقى نيجي هنا انا افهم من الموقف الفلسفي ايه ان انا بيبقى عندي موضوع وعندي طرفين انا عندي هنا الموضوع بيكون واحد ولكن وجهة نظر كل شخص بتختلف بتختلف ليه بسبب اهتمامات كل شخص بسبب احتياجاته بسبب الرغبات بتاعته او ميوله ناخد مثال تاني وضح لي انا وزميلي ماشيين في الشارع مع بعض قبلتنا مشكلة ناس فيه خناقة موجودة في الشارع لقيت واحد وقف وعن مال يتفرج ويسأل ايه السبب اللي حصل التاني ماشي جريت وراه هو ايه اللي حصل انت سبت الموضوع وماشي قال له انا مالي ما يخصنيش مش شغل بالي قال له ازاي مش تعرف ايه اللي حصل قال له لا انا مش من اهتماماتي فهمنا كده يا حبايبي يبقى الموقف الفلسفي زي ما قلتلك هو عبارة عن وجهة نظر بتختلف في اختلاف اهتمامات واحتياجات كل فرض عن الاخر تمام طيب نعرفها ازاي يا حبايبي في الامتحان نعرفها ازاي هلاقيه جايبلي موضوع او مشكلة او موقف وجايبلي وجهتين نظر مثلا جايبلي مشكلة الحرية والجبرية جايبلي اراء هيجيبلي بقى رأي رأي المعتزلة ورأي الجبرية الجهم ابن صفوان تمام طيب جايبلي مشكلة تاني مشكلة الادمان وجايبلي رأي الفلاسفة ورأي علماء النفس جابلي الامتحان جابلي موقف او رأي الطالب وموقف المعلم من نفس الموضوع يبقى نيجي هنا تاني احنا يا ميس نميز ازاي السؤال في الامتحان اقولك ان الموقف الفلسفي هلاقي سؤال عندي موضوع او مشكلة وعندي كم طرف عندي طرفين تمام كده حبايبي طيب تعالوا مع بعض بقى ناخد اهمية الموقف الفلسفي في حياتنا قال لي ان الموقف الفلسفي ليه اهمية كبيرة في حياة الانسان قال لي انه لا يبعدني عن الحياة الواقعية بل بيربطني بالحياة ومواقف الحياة العملية قال لي ليه لانه بيزودني بالتحليل الفلسفي والنظر النقدي الكلام الكبير ده تعالوا مع بعض نفهمه واحدة واحدة قال لي ان انا هنا اما ناخد مثال اللي طالبة اما جي المدرس شرح الدرس هي ما فهمتش الدرس رحت للمعلم قالت له لو سمحت انا ما فهمتش من حضرتك الدرس لان حضرتك عرضته بطريقة ايه سريعة غير مباشرة كان فيها غموط شوية راح المدرس بدأ معاها خطوة خطوة وقال لا تعالي نعيده وانتقل معاها من البسيط للمعقد لحد ما قدرت تفهم الدرس بمعنى انا دلوقتي في الحياة انا ببص للمشكلات اللي موجودة كلها في حياتي وابص لها نظرة نقضية بمعنى ايه اي حاجة موجودة عندي في حياتي ببدأ احللها ان هي لها جوانب قوة وجوانب ايه ضعف اقدر اننا عشان اتغلب على مواطن الضعف اللي موجودة ايه عندي قال لي زي المثال اللي موجود عندي قال لي منهج بيكن اما جيه بيكن شاف اراء ارستو والمنهج الارستي ده هناخده مع بعض في علم المنطق وقال لي انه هو اراء انه هو منهج عقيم لا يؤدي الى جديد فبدأ انه هو يقدم لي منهج جديد ادى الى تقدم البشرية يبقى تاني اول اهمية من اهميات الموقف الفلسفة انه ما بيبعدنيش عن الحياة العملية يعني ربطني بيها بمعنى ان كل المواقف اللي انا بشوفها في حياتي بقدر اطلع لها جوانب قوة وجوانب ايه ضعف عشان اقدر اعالج مواطن الضعف اللي موجودة عندي طيب تاني نقطة معايا قال لي ان الموقف الفلسفي لا يقف عند المستوى السطحي للأفكار بل بيهتم ببواطن الأفكار يعني ايه لا يقف عند المستوى السطحي ولكن يهتم بالبواطن قال لي ان عندي النقطة دي انا خدت زميلي كده وروحنا المصيف واعدين مع بعض على البحر واعدين الله على جمال البحر البحر جميل ومنظره روعة الله اكبر سبحان الخالق قاعدين منبهارين راح واحد اكترى عليه قال له ايه رأيك طب ما تيجي نغوص في اعمق البحر نشوف كده يا طرق جمال ده هيدوم ولا هيبقى افضل خدنا بعضنا وطلعنا على المركب ونزلنا نغوص في البحر نزلنا تحت سبحان الخالق لقيت جمال الشعب المرجانية ومملكة البحار والاسماك وما بها من عجائب يبقى هنا نفس النظام الموقف الفلسفي كل حاجة بتحصل حواليا في الحياة هو مش مقتصر على مجرد ان هو بينظر لها نظرة سطحية لا هو بيحاول ان هو يتعمق فيها لان هو ما بيتعمق فيها بلا ان هي افضل بلا ان هي ايه اجمل طب نشوف مثال تاني قال للصحراء كلنا بنبص للصحراء ان هي عبارة عن رمال وما كان فيه مساحة واسعة طب لو انا تعمقت شوية في دراسة الصحراء هلاقي ان فيها جميع الخيرات في بطن الارض عندي المياه عندي المعادن عندي صاروة هائلة موجودة في بطن الارض طيب التاريخ قال لي ان التاريخ هنا مجرد كلنا بنشوف انه بيسرد الاحداث طب لو انا تعمقت شوية قوي فيه كده هلاقي ان هو بيظهر لي الحقائق اللي مر بيها ايه التاريخ على مر السنوات الماضية طيب نعرفها ازاي حبيبي برضو في الامتحان احنا قلنا موقف فلسفي انا بعرفه من خلال حاجة ان انا عندي موقف او مشكلة وعندي طرف ايه قال لي لا الاهمية اقدر اميزها ازاي في الامتحان ان انا نفس الموضوع ولكن بتعمق ايه فيه بمعنى اصاح الموضوع وبتعمق فيه عشان اوصل للبواطن بتاعة الافقار مثال طيب اديوني عشان افهم يعني ايه با تعمق فيه انا من عدتي ان انا بقدم الخير وبساعد الفقراء بدي لواحد من الناس يقدم المساعدات جي اكترع علي قال لي طب ايه رأيك طب ما تيجي انت معايا وننزل ندي للناس دي عشان تشوف الفرحة نزلت معاه عشان ادي لقيت فرحة وبهجة على الناس يعني اسعدتني يعني انا كنت بعمل السواب وانا فرحان اما انزلت وشفت الفرحة اللي عندهم انا انبسطت اكتر واكتشفت اهمية مساعدة الفقراء يبقى كده فهمنا ان انا بعرف ميز موقف فلسفي بمعنى ان انا المفهوم وقلت عندي طرفين ان الاهمية بعرفها نفس الموقف ولكن بتعمق ايه فيه تعالوا مع بعض بقى ناخد جزئية جديدة وهي الموقف الفلسفي بين الفيلسوف والانسان العادي احنا عايزين نميز نميز مع بعض ما بين الموقف الفلسفي يعني وجهة نظر الانسان العادي مع الحياة ووجهة نظر الفيلسوف كلا هما بيتعامل ازاي قال لي انا ما جا ميز ما بين الانسان العادي وما بين الفيلسوف هميز بينهم في اربع نقاط اولا نوع الحكمة اولا نوع الايه الحكمة ثانيا لغة التعبير ثالثاً أسلوب التعبير رابعاً مدى الاتصاق طيب تعالوا ناخد أول نقطة معايا في وجه المقارنة وهي نوع إيه الحكمة إحنا عايزين نشوف نوع الحكمة عند الإنسان العادي قال لي أن نوع الحكمة عند الإنسان العادي قال لي أن هي حكمة عملية يعني إيه حكمة عملية؟ قال لي حكمة عملية اتكونت عنده نتيجة الخبرات المواقف اللي مر بيها التجارب اللي مر بيها بمعنى إيه يا حبيبي؟ إن أنا هنا مثلاً ما يجيه لي المثل الشعبي اختار الجار قبل الدار هو أصدر الحكمة بتاعته العملية دي منين؟ هو جيه اشترى البيت بتاعه كان بيت صغير ومش على المستوى العالي وبس كان جنبيه مجموعة من الجيران يعني حاسسهم كأنهم إخواته بالضبط جيه مع مرور الوقت بدأ يعمل إيه يا حبيبي؟ إنه هو الظروفه اتحسنت بدأ اشترى بيت على مستوى عالي في مكان راقي بس للأسف قابل الجيران ما كانوش بيتعامله معاه بنفس المعاملة اللي هو كان بيتعامل مع الجيران القديمة أصدر الموقف قالك اختار الجار قبل الدار نتيجة تكرار المواقف الحياتية والخبرات اللي مر بيها أصدر حكمته اللي هي الحكمة العملية تمام كده يا حبيبي؟ مثال تاني قال لي إنه عندي الحرية يجي يقولك إيه سيد نفسه ومن لا سيد إيه له بمعنى أصح إن انت حر مدام ما فيش حد بيتحكم إيه فيك برضو جاب الحكمة بتاعته من مرور المواقف والتجارب اللي هو مر بيها طيب عرفنا هنا إن الإنسان العادي نوع الحكمة عنده قلنا حكمة إيه؟ حكمة عملية بربو عليكم جاية من تراكم الخبرات طب تعالوا نشوف عند الفيلسوف يا ترى الفيلسوف هيمارس حكمة عملية؟ قال لي لا حكمة الفيلسوف هي حكمة نظرية يعني هيقدم لنا تحليلا شاملا عن المواقف هيتعامل مع المشاكل بصفة عامة وليس صفة إيه؟ خاصة طب اديني مثالي واضحها لي عشان أنا مش فاهمها يعني إيه حكمة نظرية بمعنى ما يجي يتكلم معايا عن الحرية هيقول لي إيه هي معنى الحرية إيه هي أنواعها؟ إيه هي شروطها؟ إيه هي المبادئ بتاعتها؟ أما يجي يقدم لي حل هيقدمه لي بشكل عام وليس بشكل إيه؟ خاص طب وضحي لي أكتر تعالوا نعمل المقارنة ما بين الفيلسوف والإنسان الإيه العادي أنا وبابايا ماشيين في الطريق ويجيه سقط تكييف من الدور الإيه؟ الرابع الأب جري بسرعة على ابنه بيطمئن عليه قعد يفحصه لأنه من وقع خبرته والمواقف اللي مر بيها عارف إن التكييف ده جسم تقيل لو سقط على حد هيسبب الوفاة أو يسبب جروح إيه؟ بالغة أو كسور شديدة طب هو اطمن على ابنه وراح واخد ابنه إيه؟ ومشي يبقى هنا حكمته عملية ليه؟ لأنه هو عارف عارف إن الجسم ده لما يقع من الدور الرابع هو ابنه هيتصاب إيه؟ بيه من تجارب قديمة مر إيه؟ بيها هو اطمن عليه وخده ومشي طب تعالوا نشوف موقف الفيلسوف قال لي لأ الفيلسوف هيتساءل إيه سبب سقوط التكييف؟ يا ترى هو سقط بسبب وجود شرخ في الحائط؟ أو بسبب إن القعدة بتاعة التكييف تأكلت؟ أو إن المصمر ما كانش مربوط كويس؟ طب هو ليه بيعمل كده؟ هو ليه بيحلله وبيدور على الأسباب دي؟ قال لي إنه هو بيبصلها كنظرة عامة وليست نظرة إيه؟ خاصة بمعنى إيه يا حبيبي؟ إنه هو هنا عايز يقدم حل إنه ما يجيش التكييف يقع مرة تانية مش عشان خاطر ابنه ما يتئذيش قال لي لأ عشان ما فيش أي شخص في المجتمع يتعرض للإصابة بالإيه؟ بالسكوت مرة إيه؟ أخرى خدوا بالكوا إنه إنت أما التكييف تيجي تركبه لا اهتم الحائط اللي إنت تركبه عليه بالقعدة بالإيه؟ بالمصامير لإنه إحنا قلنا إنه هو هنا بيهتم بتقديم حل للمشكلة ولكن حل عام وليس حل إيه؟ خاص تمام كده يا حبيبي؟ يبقى تاني قلنا الموقف الفلسفي بين الفيلسوف والإنسان العادي قلنا أول نقطة في نوع الحكمة أيها سمع ناس بيقول لي إحنا استفدنا إن الإنسان العادي عنده الحكمة بتاعته حكمة إيه؟ حكمة عملية جاية من إيه؟ من التجارب أما الفيلسوف قلنا حكمة نظرية تمام كده؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف تاني نقطة مع بعض اللي هي لغة التعبير طيب لغة التعبير يا حبيبي قال لي إن الإنسان العادي هيعبر عن اللغة بتاعته إزاي؟ قال لي بيعبر عنها بلغة بسيطة بمعنى أصح يا حبيبي عارفين اللغة العامية؟ اللغة الدرجة اللي إحنا بنستخدمها مع بعض زي إيه؟ أما باجأت عامل مع بابا وماما في البيت مع البيع والمشتري مع أصدقائي في المدرسة أو في الدروس هي دي اللغة اللي بيعبر بيها دايماً لغة إيه؟ بسيطة بيتكلم عنها في لغة بسيطة قال لي زي إيه؟ أنت حر يجي يتكلم عن الحرية يقول لي أنت حر ما لم تضر يجي يتكلم لي عن أي موقف في الحياة نلاقيه بيتكلمولي بلغة إيه؟ بسيطة اللغة درجة لغة عامية اللي إحنا كلنا بنتكلم بها مع بعضنا طب الفيلسوف قال لي لا فيلسوف يبقى معناها لما ييجي يتكلم معايا هيتكلم بلغة المصطلحات الضقيقة هيجي يتناول أي مشكلة يتكلم معايا بلغة فيها المصطلحات يجي يتكلم ليه؟ الحرية، الضرورة، المسئولية، الحق، العدل فاكرين وأنا لسه بشرح لكم أهمية الموقف الفلسفي قلت قايم على التحليل الفلسفي والنظر النقدي يعني بصوا كلام دسم مش كلام بسيط قايم على الأمثال الشعبية قال لي لأ ده كلام مليء بالمصطلحات قال لي تعالوا نشوف المثال كده قال لي زي المثال بتاع سرطر أما ييجي يتكلم عن الحرية مش هيقول لي أنت حر ما لم تضر باللغة العامية بتاعتنا قال لي لأ ده هيقول لي إيه؟ الحرية الكاملة تستدبع المسئولية الكاملة نفس النظام أما ييجي يتكلم عن الضرورة، عن الحق، عن العدل هنلاقيه بيستخدم مصطلحات دقيقة تمام كده يا حبيبي؟ يبقى تاني أنا خدت مقارنة ما بين الفيلسوف والإنسان العادي قلنا نوع الحكمة، إنسان عادي حكمة عملية جاية من تراكم الخبرات والتجارب الفيلسوف سمعنا سيه؟ حكمة نظرية طيب قلنا لغة التعبير، لا الإنسان العادي بيتكلم باللغة العامية أو اللغة الدرجة أو البسيطة اللي هي دايما بنالقاها في الأمثال الشعبية إنما الفيلسوف، وقت مذكر فيلسوف، لا لغة مصطلحات كلام كده إيه؟ دسم، تمام كده يا حبيبي؟ طب تعالوا نشوف تالت مقارنة معانا اللي وهي أسلوب التعبير بمعنى إن الفيلسوف الإنسان العادي لما ييجي يعبر عن حكمته الحكمة بتاعته طويلة، هيستخدم الإسلوب اللي هيتكلم بإيه؟ اللي يقوم حكمته بيعبر عنها على الإختصار الشديد يعني إيه إختصار شديد؟ يعني بيعبر عن الحكمة في جملة قصيرة زي المثل الشعبي بيجيبوا كده في جملة قصيرة مثال كده أما واحد زميل يروح المدرسة مر بيوم إيه طويل هيجي يسرد لي الأحداث بالتفصيل؟ لا هيجي يقول لي الملخص اللي حصل في اليوم إيه الدراسي في جملتين قصيرين تمام كده يا حبيبي؟ طيب بالنسبة للفيلسوف قال لي لا ده بيرد الظواهر إلى أصلها وتعتمد على الوصول إلى العلال إيه البعيدة طب تعالوا كده ناخد مثال عليها قال لي أن أجعل حوار تلفزيوني مع الفيلسوف عشان يجي يكلمني عن موضوع ما هلقيه عمال بيتكلم عن أصل الموضوع؟ عن تفاصيله؟ بيتكلم عنه بصورة مطولة بصورة إيه؟ مطولة ما بيختصرش نهائيا ليه؟ إنه هو عايز يوصل معايا للأسباب البعيدة والعلال البعيدة عايزين نعرف طيب مثال؟ قال لي المثال بتاعي عارفين ظاهرة نمو النبات؟ الفيلسوف أما يجي يتعامل مع ظاهرة نمو النبات هو مش هيدور على العلال القريبة اللي هي المية والهوى والطربة قال لي لأ هو بيتساءل عن إيه هي أصل النبات أو إيه هو النمو في حد ذاته؟ هل النمو واحد في النبات؟ هل النمو واحد في الحيوان؟ هل النمو واحد في الإنسان؟ يعني النمو ده واحد في كل الكائنات الحية ولا بيختلف من كائن إلى إيه إلى آخر؟ زي ما قلت لكم إن الفيلسوف بيحب يطول شوية بيحب يفرد جميع العناصر عشان عايز يقدر يوصل لي الأسباب والعناصر والمبادئ الأولى اللي بتقوم إيه عليها؟ طيب أميز ما بينهم في الامتحان إزاي؟ قال لي إن هنا هلاقي إن الأسلوب بتاع الإنسان العادي أسلوب مختصر قايم على التكسيف، قايم على الإختصار الشديد عادة هلاقي أمثال شعبية، تمام؟ أو جمل قصيرة أما الفيلسوف، لا، هلاقي دايماً بيردوا إلى العلال البعيدة أو المبادئ الأولى بيحل للظاهرة حتى يصل إلى السبب الرئيسي فيها ودايماً بيطول فيها، تمام كده حبايبي؟ يبقى تاني أنا خدت في المقارنة ما بين الإنسان العادي وما بين مين؟ الفيلسوف، قلنا أول نقطة نوعي الحكمة، قلنا هنا حكمة؟ آه، حكمة عملية، هنا قال لي لأ إيه؟ نظرية يعني بيجيب لي أسسها ومبادئها وكل جزء فيها طيب قلنا هنا اللغة في الامتحانة في تكريها إزاي؟ اللغة لغة بسيطة، لغة عمية، تمام كده؟ طيب عند الفيلسوف، لأ، وقت ما لقي كلمة مصطلحات أو لقي مصطلحات دقيقة زي الحرية المسئولية يبقى ده إيه؟ الفيلسوف، طيب أسلوب التعبير قلنا هنا أسلوب مختصر وموجز وقايم على التكسيف، إنما عند الفيلسوف قايم على رد الظاهرة وتحليلها إلى الأسباب والعليل البعيدة طيب تعالوا ناخد مع بعض آخر نقطة في الفرق ما بينهم وهي مدى الاتصاق يعني إيه مدى الاتصاق؟ يعني عدم التناقض عند الإنسان العادي قال لي الحكمة بتاعته تأتي متفرقة ومتناقضة تأتي متفرقة وإيه؟ ومتناقضة هلاقيه بيقدم لي النصيحة وعكسها في نفس الوقت بمعنى الأب أما يجي يتكلم كده وينصح ابنه ما تدخنش يجي إيه إنه للاقي الأب ماسك السجارة وبيقوله إيه؟ إن التدخين بيدر بالصحة يجي واحد زميل يرحل رحلة إيه حكمك عن الرحلة يقوله إيه؟ إن الرحلة كانت سيئة بشكل عام بس عارف إيه حصلت فيها أمور إيه؟ جيدة طب أنت بتقولي الحاجة وإيه؟ وعكسها دي طبيعة الإنسان طب الفيلسوف قال لي لأ المزاهب الفلسفية بتاعته أيمة على مبدئين قال لي الإحكام العقلي والتتابع المنهجي يعني إيه إحكام عقلي؟ يعني عنده ترتيب وتنظيم للأفقار بمعنى هو محدد العناصر بتاعته واحد اتنين ثلاثة أنا هاجي أشرح النهاردة المعلم هاجي أشرح الدرس هو محدد هبدأ بإيه؟ وانتهي بإيه؟ واستخدم أساليب التقويم معك إيه؟ دي كلمة إحكام إيه؟ عقلي يعني عندي مقدمات وعندي نتائج طيب بالنسبة للتتابع المنهجي قال لي تتابع المنهجي يعني أي كلمة بيقولها بيجيب الأدلة والبرهين أنا دلوقتي وأنا بشرح الدرس أنا بجيب لك الدليل والبرهان اللي بيأكد صحة إيه؟ الكلام اللي أنا بقوله تمام كده؟ يبقى تاني مدى الاتصاق عرفها إزاي يا حبيبي بين الفيلسوف والإنسان العادي هلاقيه في الامتحان جايب لي حاجة وعكسها كلام وعكسه نصيحة وعكسها ده عند الإنسان العادي بربو عليكم طيب عند الفيلسوف قال لي لأ أدلة وبراهين وتنظيم وترتيب للأفكار تمام كده يا حبيبي؟ طيب تعالوا ناخد بقى جزئية جديدة وهي هل يمكن تقليل الفرق بين الإنسان العادي والفيلسوف؟ يعني أنا ممكن أخلي الإنسان العادي زيه زي الفيلسوف؟ قال لي آه هنعلمه تلات مبادئ لو هو مش يعلمه ما يبقى زي الفيلسوف قال لي أول حاجة أن نعلمه يستخدم المصطلحات الضقيقة إيه ده؟ يعني الإنسان العادي خليه يستخدم مصطلحات كده زي الفيلسوف؟ لا أنا هعلمه بطريقة بسيطة إزاي تصيغ الأفكار بتاعتك أو تستخدم اللغة بشكل بسيط أو بشكل صحيح إن أنت ما تستخدمش الحاجة وإيه وعكسها إن أنت تبعد عن الألفاظ اللي بتؤدي إلى أكثر من معنى يعني تعالوا نتفق مع بعض إن أنا مقول كلمة إحساس المقصود بيها مش الإحساس والمشاعر لا المقصود بيها كلمة الحواسل إيه؟ الخمسة طيب ثاني نقطة في الفروق قال لي أن أنا أعلمه يحلل الأفكار ويردها بمعنى أصح أعلمه أنه هو ما يجي يرتب أفكاره يعملها واحد اثنين تلاتة أنا هعمل مباراة كرة القدم أنا هنظم أنا هحط ده هبدأ المباراة إزاي؟ أنا هقسم الفريق فأني جنب فين الهجوم وفين الإيه الدفاع عشان أوصل للنتيجة الإيه الأفضل تمام كده؟ يبقى أول نقطة إن أنا أعلمه يستخدم المصطلحات يعني أنت أستخدم اللغة بضقة ثاني نقطة إن أنا أخليه يحلل الأفكار يعني يرتب ويرتب وينظم إيه أفكاره ثالث نقطة إن أنا أعلمه أنه يعبر عن أفكاره بطريقة منهجية يعني إيه؟ يعني ما تقولش كلامة اللي لو معاك الدليل والبرهان اللي بيأكد صحته أنا هدخل القسم الأدبي هات الدليل والبرهان لأننا مجموعة في المواد الأدبية بحصل فيها على أعلى الدرجات أنا جميع المواد الأدبية اللي أنا بدرسها هي اللي بجف فيها أعلى الدرجات عشان كده أنا اخترت إن أنا أدخل القسم الأدب بكده يا حبيبي نكون خلصنا مع بعض أول جزء في الموقف الفلسفي وهي إيه هي أهميته؟ إيه هو تعريفه؟ إيه هي أهميته؟ إيه الفرق بين الفيلسوف والإنسان العادي طيب هل هتنتهي بكده؟ لأ أنا هاخد معاكم مجموعة من التطبيقات أعلمك إزاي أقدر أتعرف على شكل السؤال وإزاي إن أنا أقدر إيه أجاوب عليه تعالوا مع بعض كده نشوف أول جزء معنا في الأسئلة أول سؤال بيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب يجسد المثل السابق نوع الحكمة نوع الحكمة هنا هي حكمة علمية ولا حكمة نظرية ولا الحكمة الإلهية ولا الحكمة العملية آه تعالوا نرجع للسؤال عشان أعرفكم ونقدر نحله إزاي بيقولي اسأل مجرب ولا تسأل إيه؟ طبيب هي الحكمة هنا حكمة إنسان عادي ولا حكمة فيلسوف سمع حد بيقولي إيه؟ لا دا دي حكمة عملية مين اللي بيقولها الإنسان العادي جاية من تجارب وجاية من المواقف رفع عليكم طيب تعالوا تاني سؤال ناخده مع بعض قال لي يقول بيرسان كل فكرة لا تنتهي إلى سلوك عملي في الواقع فكرة بطلة والعبرة في العمل المنتج يتوافق القول السابق مع طبيعة الموقف الفلسفي لدى العالم ولا الفيلسوف ولا الشخص العادي ولا المؤرخ تعالوا مع بعض نرجع كده للسؤال جزئية جزئية عشان نفهم أنا هتطلعها إزاي قال لي كل فكرة لا تنتهي إلى سلوك عملي في الواقع فكرة بطلة يبقى هو ربطوا بالتجربة العملية ربطوا بالتجربة العملية قال لي والعبرة في العمل المنتج يعني في النهاية في العمل وفي التجربة يبقى نيجي هنا هنروح للاختيارات هتبقى عند العالم ولا الفيلسوف ولا الشخص العادي ولا المؤرخ فكرة وسلوك عملي يعني حكمة عملية مين الإنسان العادي ولا الفيلسوف برافو عليكو هيبقى مين الشخص العادي أو الإنسان العادي تعالوا مع بعض ناخد سؤال تاني حبيبي قال لي يختلف موقف عالم الاقتصاد عن موقف عالم الاجتماع من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن يشير هذا الاختلاف إلى الموقف الفلسفي من حيثه الخصائص ولا الأهمية ولا التحديات ولا المفهوم تعالوا نرجع للسؤال ونشوفه مع بعض بيقول يختلف موقف عالم الاقتصاد وموقف عالم الاجتماع يعني أنا عندي هنا ايه؟ أنا عندي رأيين وموقفين عالم اجتماع وعالم اقتصاد وعندي الموضوع بتاعي أو المشكلة وهي ظاهرة الهجرة يبقى أنا عندي موضوع وعندي ايه؟ رأيين يبقى الاختيار هيبقى ايه؟ ها؟ عايزة اسمع قال لي عندي موضوع وعندي رأيين أو وجهتين نظر على طول يبقى ده عبارة عن تعريف الموقف الفلسفي يبقى هنختار مع بعض المفهوم تمام كده يا حبيبي؟ طيب تعالوا نشوف سؤال كمان دائما ما يشجع الفرض مساعدة الفئات محدودة الدخل كالفقراء والمحتاجين ولكنه عندما يمارس ذلك بنفسه ويقترب من هذه الفئات يجد انه يشعر بالطمأنينة والسعادة لقدرتي على اسعاده يعبر ذلك عن الموقف الفلسفي من حيثه الأهمية ولا الخصائص ولا المفهوم ولا الهدف طيب تعالوا مع بعض نيجي قلنا مفهوم يبقى لازم عندي موضوع وعندي طرفين أنا عندي هنا موضوع وعندي طرفين؟ لا أنا عندي هنا بيتكلم عن مساعدة الفئات المحدودة وتعمق هو في البداية بيشعر بالسعادة ولكن في النهاية حسب سعادة ايه؟ أكبر يعني هو تعمق في نفس المفهوم وبكده هيبقى الاختيار مفهوم ولا أهمية؟ هلاقي هنا هيبقى الاختيار الأهمية؟ معنا مجموعة من الأسئلة هتبعوها معنا وتحلوها عشان نشوف إجابتها في اللقاء القادم بإذن الله وبكده يا حبيبي يكون انتهت حلقتنا اليوم في مادة الفلسفة والحياة للصف الثاني الثانوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة